رحيل الممثل الدنجوان ودع مصطفى فهمي بين الألم والذكريات النهاردة بنودع قامة فنية كبيرة وواحد من رموز الفن اللي سابه بصمة مش هتتنسي الفنان القادير مصطفى فهمي اللي توفع عن عمر 82 سنة رحل بعد ساعات قليلة من رحيل الفنان القادير حسن يوسف وكأنها لحظة ودع مزدوجة لأجيال تربينا على فنهم وأعمالهم اللي علمت معانا نقابة المهنة التمثيلية أعلنت خبر وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي والوسط الفن يتقلب رحلة مصطفى فهمي بدأت من وراء الكاميرا كمساعد تصوير لكن شغفه خده قدام الكاميرا وقدر يفرد نفسه بسرعة واستعمالكة الفن بدأ التمثيل بالصدفة فأين عقل والشارك في أفلامه ومسلسلات مميزة منها أيام في الحلال وليمن تشرك الشمس ومن هنا بدأت ملامح فنه تتشكل وظهر بأدوار جامعة بين الشياكة والرقي زي أدواره في حياة الجهري وقصة الأمس واللي الجمهور حب فيها شخصياته الرزينة والرومانسية لكن خلف كواليس الشاشات كانت فيه قصة تانية الفنان القدير مصطفى فهمي عاش ستين يوم في رحلة مؤلمة في شهر يناير اللي فات تعرض الفنان الروحي المصطفى فهمي إلى جلطة دماغية أثناء تواجده في فرنسا وتطلب الأمر تدخل جراحي عاجل لإنقاذه وبعدها بأشهر عين مصطفى فهمي بألم في الراس ستين يوم رحلة مؤلمة بدأت بشوية صدع وزادت الأعراض وأجرى الفحصات اللي أكدت هو وجود ورم في المخ وبدأت مرحلة جديدة من العلاج وطلب منه الفريق الطبي المعالج سرعة إجراء جراحة لاستقصاله وفي شهر أغسطس اللي فات خضع الفنان الراحي لمصطفى فهمي للجراحة وبعد فترة قصيراء خرجوا واسترعاية طبية مقسفة والساعات الأخيرة في حياة الفنان القدير مصطفى فهمي حالته الصحية تدهورت وتم نقله لإحدى المستشفيات وبعد غضوع للفحصات المطلوبة غادر المستشفى وفي نفس اليوم تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ وفشلت محاولة نقله إلى إحدى المستشفيات ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة إسعاف وفور انتشار خبر الوفاة صدمة كبيرة حصلت بين النجوم وصدمة في الجونة النجوم حسوا أن المهرجان مش هو مكانهم في اللحظة دي نجوم كتير قرروا يغادروا الجونة ويرجعوا للكاهرة عشان يودعوا الفنان اللي علم في قلوبه وفي مقدمتهم شاقيقه الفنان القدير حسين فهم اللي جيها عشان يلقي نظرة الوداهة الأخيرة على شاقيقه مصطفى فهمي فمتع مصطفى فهمي بمظهر الشباب لأنه عاشق لممارسة الرياضة دايما من طفولته الفنان مصطفى فهمي حياته الشخصية كانت مليانة تفاصيل تابعها الجمهور تزوج ثلاث مرات اللي علمت في وجدان محبيه التعاون الأول بينه وبين شاقيق وحسين كان فيه مسلسل الحفار اللي جسد دور وطني جاد في قصة مخابراتي وبعد كده اشتغلوا السواف يا ناس الموضوع حساس المصرحية الكوميدية اللي قسرت الدنيا والناس لستفاكرة الحملة الإعلانية اللي اشتركوا فيها مع بعض سنة 2015 إعلان رح فين زمن الشقاوة ومن آخر أعمال الفنان القدير مصطفى فهمي فيلم أهل الكهف هيفضل الفنان الكبير مصطفى فهمي حاضر في قلوبنا وأعماله شاهد على مسيرته ذكرى الفنان اللي حب الفن واحترم جمهوره الآخر اللحظة وده عن الفنان القدير مصطفى فهمي ربنا يرحمه